وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو صدق جاري أو ولد صالح يدعو له هذا العمل المستمر ثوابه علم ينتفع به علم علم علمت واحد فاتحة الكتاب علمت التشهد علمت الوضوء علمت الطمانينة في الركوع والسجود هذا علم ينتفع به ولو موتت كل ما يركع هذا يحصل لك مثل ثواب ركوع وكل ما يقرأ الفاتحة تك مثل ثوابه وهكذا إذا علم واحد ثاني له مثل ثواب ذاك وأنت لك مثل ثواب الاثنين وهكذا وهذا يعلم هذا وهكذا سبحان الله علم ينتفع به هذا عمل يبقى مستمر تمام صدق الجارية تصدق بها ومستمر نفعها للناس ولد صالح يدعو له تسبب في وجوده ورباه فصار صالحا هذا يموت وإن ولد الرجل من كسبه يقول النبي هذا فيما يتعلق بعمل العبد نفسه بعض الناس يجاب لهذا الحديث ويريد يقطع أعمال الناس للميت ويقول النبي قال إن قطع عمله ولا إن قطع عمل غيره لا النبي تكلم عن عمل الميت لا يستطيع استكتسب حسنات لأن الفرصة انتهت عليه غيره يعمله ليس ملي منا قال إن قطع عمل الناس لولا إن قطع عمله هو ما عاد يقدر يكسب شيء لأن الفرصة انتهت لكن اللي في الدنيا يصلوا عليه يسترحمونه يستغفرون له يتصدقون عنه يعملون الحسنات يهدونها إلى روحه من اللي طيب تقطع عماله نحنا أحيا قدامك بغد تقطع عماله نقدر خلاص ما تنفع قال لي ما تمسكين خلاص الفرصة انتهت بالنسبة له يريد ثواب تسبيحه ما هذا يحسل يريد ثواب صدقه بريال واحد ما يحسل قل لو قبل كان ولو فرضنا اثنين يستووا عملهم وإيمانهم رتبة إيمانهم والعمل كله يستوى بس واحد زائد تسبيح واحد عندما يدخل الجنة هذا فوق هذا درجة مثل خمسمائة عام بسبب تسبيحه زائد كل العمل سوى بس زائد تسبيحة واحدة ما دمت في الحياة تقدر تكسب تسبيحات بعد الغرغرة ولا تسبيحة تقدر تدخلها لكن بعمل الغير ممكن والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين استبقونا بالإيمان من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر الله من صلى عليه أربعون من المسلمين غفر الله من أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة إلى غير ذلك فهو ينتفع بعمل الغير بأمر الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله فإذا خلف الولد المسلم فيصل إليه حسناته ودعاؤه على وجه الخصوص لأنه وعمل من جملة الكسب المنسوب إليه وهذا أمر ثم قال بعض أهل العلم مفرق بين العمل والسعي العمل ما يبشره بنفسه أما السعي كل ما تسبب فيه ولو بأي واسطة وأن ليس الإنساني إلا ما سعى ونسعى قالوا فالمسلم بإسلامه ساعى في أن يترحم عليه ويستغفر له وأن يقرأ إلى روحه بسلامه من باب بولا إذا أوصى بذلك فهذا يدخل فيه سعيه لو ما تكافر نقدرنا نقراله نقدرنا نصلي عليه ممنوع بسبب كفره فهتسبب بذلك لكن هذا المسلم بإسلام وتسببه باب مفتوح ندعو له نقرأ فهذا يدخل في جملة سعيه يدخل في جملة السعي لأنه تسبب فيه من باب أولا إذا أوصى بذلك أو ترك شيء مقابل ما يقرأ له إلى غير ذلك ترجمة نانسي قنقره